اليوم هو السادس والعشرون من مارس تكتمل اليوم تسع سنوات من الحرب المنسية في اليمن ما الذي يمكن أن يقال في هذا اليوم؟ حقيقة الآمال والتطلعات لدى المواطن اليمني والثقة أيضا بالقوى السياسية والمشكين بملف اليمني وصلوا إلى مرحلة من اليأس هناك مدخلات أخي الكريم منذ 2011 كانت لدى بعض الشباب بعض الناس الطلعات بأن هناك تتأتي أيام أقبل من الأيام السابقة لكن حصل الذي حصل ودخل الصراعة اليمنية البينية أيضا حدث دار الرئاسة أيضا حتى دخل الحوثي نهاية 2014 وكانت هناك أيضا ركائز حقيقية كان يمكن أن يسند عليها الحوار الوطني وقرار 2016 أيضا واتفاق الرياض لكن كل هذه ذهبت وتبددت لأسباب عديدة منها تراق الأمم المتحدة والتواطوة المجتمع الدولي أيضا دخول اليمن تحت البند السابع ظلما وعدوانا كل هذه المدخلات أيضا نتق عنها هذه المخرقات الأسب الشديد الكارثة الكبرى أننا أمام ميليشيا أيضا لا تعبى بالحال الإنساني اليوم لا تعبى بأي شيء أمامها يعني كل هذه المدخلات السيئة التي حدثت منذ 2014 وما قبلها أوصلت الإنسان اليمني إلى مرحلة من اليأس مرحلة من عدم الثقة إلى حالة إنسانية مزرية وصلت ذروتها اليوم هناك أكثر من أربعمائة ألف قتيل تقريبا وقريح هناك حالة إنسانية هناك تردي في الأوضاع الصحية تردي في التعليم أعتقد المأساة كبيرة جدا الوضع والبنى الاجتماعية في اليمن هي معقدة أصلا معقدة سياسيا وازداد الوضع أكثر عندما أنهار النظام بسبب هذه القوى السياسية أيضا وتواطأ الأمم المتحدة وكل هذه التداخلات التي حصلت والإشكالية التي حصلت في الملف اليمني اليوم هناك أطرف كثيرة ممسكة بملف اليمني منها بريطانيا منها أمريكا أيضا الصراع أيضا الإيراني السعودي وغيره كل هذا يعني أنعكس على اليمن لأسف الشديد اليوم هناك اختبار حقيقي من خلال هذه اتفاقية الأخيرة يعني إذا نتق عنها شيء إيقابي على المستوى اليمني ممكن أن يتنفس اليمن الصعداء